هل أن هنشير الشعال مفتاح لثورة فلاحية أم هو عبء على الدولة؟ لحقيقة هذا السؤال أو هذا التساؤل إن أردنا دائماً نركز عليه على أساس أنه هنشير الشعال له أهمية كبرى في المشهد الفلاحي وكذلك خاصة بالنسبة لإنتاج الزيت والزيتون في تونس لماذا تغييب الحلول للنهوض بالشعال؟ المعضلة في هنشير الشعال أو غابة الشعال أو غابات الشعال دائماً مطروحة على جميع المستويات وعلى كل الأنظمة المتواترة هو هنشير اليوم عمره 104 سنين 1920 قامت السلطات الاحتلال بأنها قامت بزرع هنشير هذا وكان طبعاً المستعمر الاحتلال الفرنسي كان دائماً يجير هذه الأراضي وهذا الإنتاج إلى نفسه وإلى بلده الذي يقوم باحتلال البلاد اليوم الهنشير هو أصبح ملك الدولة التونسية منذ 1964 كيف ما نعرفه وهو الجلاء الزراعي السؤال المعضلة هو كيفاش تغيب الحلول على هنشير هذا لأنه كل المسؤولين اللي يجيوا يقولوا رأوا فما مشاكل ومشاكل غير محصورة ومشاكل أيضاً قضايا تهم هذا العقار وهذا الإنتاج ولكن شيئاً من الحلول لم نرى هذا سؤال معضلة لحقيقة إضافة إلى أنه هنشير الشعال بولادة سفاقس هو مفتاح لثورة فلاحية فعلية واضطراد إنتاج الزيتون يمكن أن يجعل من هذا الهنشير من هذه الغابات يمكن أن يجعل منها عنوان من مفاخر التصدير في تونس وكذلك التصنيع الفلاحي في المجال فهو ثاني ضيعة أو هنشير في العالم الذي به غابات زيتون بعد كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية هنشير الشعال يعد 400 ألف شجرة منتجة للزيتون وهو من أكبر غابات الزيتون في العالم كيف ما قلنا بعد غابة كاليفورنيا ما المشكلة إذن في هذه الثروة التي تعتد بها تونس والتي يجب أن تعتد بها هنشير غابة غابات الشعال يوم عمره كما قلنا 104 سنين ولكن هناك ما يجعل المهندسين وكذلك سياسة الدولة تتجه إلى أن هذا الهنشير يجب الاعتناء به وكذلك إعادة الزراعات أو التشذيب كما نقوله أحنا الزبيرة ولكن هذا ماهوش سياسة الدولة حسب ماريناه في السنوات الأخيرة قعدنا نتغنى بهنشير الشعال وقعدنا نتغنى بالإنتاج اللي تراجع فعليا وخاصة في الألفنات واليوم تراجع تام لهذه الغابات من إنتاج الزيتون اليوم تونس مقبلة على مرحلة جديدة فيها الحديث عن التثوير تثوير القوانين تثوير التشريعات وكذلك تثوير الصناعات الفلاحية والغذائية وغيره وأيضا هناك حديث عن الإنتاج والتصدير وعدم اللجوء أو الركون إلى التصدير للخارج عن طريق يكون الزيت ولا الزيتون يكون غير معلب ولا غير معالج إلى آخره اليوم فما في تونس معضلة اسمها هنشير الشعال وليس الذي وقف عليه رئيس الجمهورية لا يمكن أن نحسبه أنه لب المشكل بقدر ما هو المشكل كله ولكن نرجو ونتقدم وننتظر أن يكون هناك تعاضد بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والمنظمات وغيرها من أجل أنه النهوض بالهنشير هذا بهنشير الشعال لأنه هذا الإنتاج إن كان في تراجع ليس نتيجة فساد فقط ليس نتيجة إهمال فقط بل هو كل ذلك إضافة إلى أنه الدولة التونسية في المرات السابقة وفي السنوات الأخيرة وحتى من التسعينات الحقيقة خلينا نقوله بعلاقتها بالاتحاد الأوروبي القيناء اللي التصنيع الفلاحي لم يتقدم قيدة أنمولة بل هو تراجع القهقرة